السلام عليكم أيها الأخوة الكرام السلام ورحمة الله وبركاته وكذلك السلام عليكم أيها الأخوات وأترمنا أن يسود الصمت لقاءنا هذا لكي نستفيد جميعا كما تعرفون الندوة الليلة هذه الليلة يفترض أن تكون حول الروس بين الصحيح والسجادية ووخفا مع الإمام زين عبدية عليه السلام لسماحة العالم الجليل السيد موري الخباس نتمنى أن يكون أن يكون وصوله قريبا وقبل أن يصل نريد أن نملأ هذا الوقت ببطء كلمات حتى بانتظار وصول الأخ الآن أبو أحمد وصل وأيضا ستشرفنا هنا نرحب به أيضا ونرحب بكم جميعا في هناك نقطة مهمة أساسية من أسكوليا أخوات من فضلكم فيه طريقة التعليم الذي نستفيده من رئيب علِه السلام كما تعرفون يذكر في الروايات معكم السلام وحمد الله أن الإمام معكم السلام وحمد الله يا إخوان من فضلكم ما نريد أن يحسوا الله يجريكم خير في الرواية التي تذكر أن الإمام أو الإمامين حسنين كأنهم كلاهما يعني رأي شافوا واحد من الرجال ما يتوضى وضوء مو صحيح فقال لا يسمر إلى وضوءنا قلنا إذا كان فيهنا خطأ طبعا هدف كان أن يعلمه كفية وضوء لكن بدل أن يقول له تعال معلمك أن تقول لنا ما تقول في وضوءنا ليكتشف خطأ هذه طريقة مؤدبة لإطلاع الآخر على نقطة الضحف لديه هذه جادة في القرآن الكريم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التوجيهات هي مؤدها لنا أساسا ولكن مخاطف بها الرسول وصفل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم يريدوا زيادة الحياة الدنيا ولا ترقع من أقفلنا قلبه وعن ذكريا وانتبعه وكان أمره فرطة التوجيه بموجه المؤمنين المسلمين للناس الذين يريدون أن يكونوا على خط رسول الله صلى الله عليه وآله لكن التفليق موجه كأنه للرسول وأيضا الصحيح السجادية تحتوي على دروس أساسية لمؤمن سواء أخلاقية روحية لكنها تأتي على لسان الإمام وكأن الإمام هو المقصر هو المخطئ هو المذنف يعني الهدف هو لنا يعني أنتم أيها المؤمنون هكذا يجب أن تقولوا هكذا يجب أن تحاسبوا أنفسكم اللهم إني أعتدروا عن مظلوم ظلم بحضرتي فلا أنصر ومن ذي حاجة طلب مني فلا أنه موفر سيدي مالي كلما قمت وقد هيئت للصلاة بين يدي أبقيت عليه وعصد إداء المناجي وحرمتني كمناجاتك إداءة ناجيتي وكأنه هو المخطئ هو المذنف هو المقصر هو في الحق الخطام موجه لنا يعني أنت عندما تقوم بالصلاة قم بنشاط وحيوية ورغبة ولا تقوم متكاسلا ومتقاضلا ومتناوما وهكذا الكثير من التوجيهات سواء التي وردت في القرآن الكريم أم التي وردت في العيد أهل البيت عليه السلام وخصوصاً الصحيفة السجالية توجيهات وتربية موجهة ومركزة ومكثفة للمؤمنين لأن في الأخير الإسلام هو الأخلاق وإنك العلاقة العظيم إنما وحده لإثمم وكارم الأخلاق الإسلام هو الأخلاق العبادة هي الأخلاق العبادة لله سبحانه وتعالى أحد أهدافها تركية الإنسان في مستواه الأخلاقي ليكون نموذجاً لهذا الدين هذا الدين أساساً جاء لي التربية وبالتالي هذه التوجيهات التي تبدو غير موجهة لنا هي في الحقيقة موجهة لنا أنا لا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع ولكن بسبب تأخر سماحة السيد فمعنا أخونا الكريم الدكتور أبو أحمد رمضان علي رمضان الأوسي الذي أيضاً أدعوه ليشاركنا ويعني أعتقده يبدو هناك مشروع أنا لا أعرف عنه الكثير مشروع تسقيق الضوء على الصحيح السجالية فأريد أن الأخوة الدكتور علي دكتور أبو أحمد أن يطرح أن ما هو مشروع ما وإذا كان لديه ما يرضيه حول الموضوع أيضاً فإن شرفنا السيد وهو سيئتي حتماً بعون الله تعالى ولكنه يبدو أنه قد تأخر قليلاً فأبو أحمد رمضان يصلط أمامنا شيئاً يضوء على هذا المشروع ومشروع إعادة قراءة قراءة الصحيف السجادية لستقبله صلاة على الله محمد وأهل محمد الله 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 صلى الله محمد حكراً بسم الله 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 يعني كتاب بإمكانه أن يكون منهج حياة لو نظرنا الى البايلون الانجين ليست فيها احكام كلها ارشادات اخلاقية لو جئت الى الصحيفة السجاقية ايضا كلها اتجارة اتبادي اخلاقي تربوي الارتفاع بالنفس الى درجات عليا اعتقد هذا النهج الانتهج والامام زين العامين عليه السلام كان له ضرورة شوف اذا رد انقسم مراحل الايمة فالمراحل الاولى فطر الامام علي الحسن الحسين مع الشدة الموجودة مع الامام الحسين التي حصلت من بني امية لكن اشتد اوارها في عصر الامام زين العابدين عليه السلام ثم من الباقر الى الفترة الاولى من الامام الكارم عليه السلام فترة ارتخاء سياسي تحول بين دولتين وارتخاء سياسي ثم بدأت المعاناة تشتد مرة اخرى من الامام الكارم حتى الامام الحجة الجمعة فرجة الشعية الامام زين العابدين اين كان موجود في اي موقع في اي مرحلة مرحلة من اشد المراحل ايذاء وتضليلا لان بني امية تفتح بني امية انتهجوا منهج تضليل الفكر وتضليل الرأي وهذا التضليل لا يتيت الا من خلال منهج معينة افتروا مثلا الروايات اللي هما يعتبروها افتروا مثلا في حق معاوية او ان الروايات التي الموضوعة التي تسيء الى اهل البيت عليه السلام وهكذا المنهج الاموي كان دقيقا في هذا المسلك طيب اذا اردنا ان نلفت النظر الى طبيعة افتروا مثلا عهد عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان اسائل الدين والاسلام وكان من نتائجه ان بعث الحجاج واليا له على العراق وهذا اكبر ذنب من دنوب عبد الملك عبد الملك بن مروان حتى لا تذهب الناس الى المدينة وتشيك بمدينة الرسول فأيضا وجه الحجيج الى بيت المقدس طبعا هذه جرعة على التشريع جرعة على الدين جرعة على الثوابت هو الحج الى بيت الله الحرام فكيف انت تحول هذا الحجيج وتدفعه باتجاه بيت المقدس زاد من مركز الشام الديني على حساب المدينة المثلة الاخرى كان يضرب عنه كل من يتصدى ويدعو للتقوى بين الناس وبالتالي فارق القرآن نهائيا حينما شرب الخمر وبتل النفس المحترما اذا هذا نموذج عبد الملك ابن مروان نموذج فالامام سلام الله عليه وضع في هذه المرحلة طيب كيف لا يجب ان يؤدي رسالة الامام المعصوم موجود من اجل ان يكون ذا رسالة في الأمة هو الشخص الاول كل امام معصوم من اهمتنا هو يعتبر الشخص الاول في الأمة هو الرائل لهذه الأمة طيب هل يتربوها؟ لان هناك صعوبة وعقد وتعذيب وإيذاء لا أبدا هل يتصدى بشكل مواجهة كما قام ابوه الامام العسين عليه السلام رأى واشتهد وأخبر من رب العالمين أن المنهج هو منهج فكري يعني أن يتعامل مع الأمة من خلال ما انتجه من الصحيفة السجادية التي بين أيدينا نحن جميعا الصحيفة دعاء قيم روح بناء تنظيم إشادة تركيز على دور أهل البيت شو ملتفتم أدعيت صحيفة السجادية كثيرة الصلاة على محمد وعليم الله من فلسطة هذه الصلاة يعني هي دعوة للمجتمع أن ينتبهوا على من يصلون ولماذا يصلون لماذا لا يصلون على يعني غير النبي وغير الآل هذا يثير تساؤل لكن لأنه يطرح بهذه الصياغة القدسية الدينية فلا تثير ضغينة سياسية بشكل مباشر في أكثر خطابات الإمام سأشير إلى نص من النصوص للإمام سلام الله عليه يركز على مرجعية أهل البيت يقول مثلا ربي صل على أضايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة قلبك وحفظة دينك وخلفائك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جهدتك هذه المعاني مكررة في الصحيفة السجادية من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف الأمة من هي قيادتها من هو إمامها لأن الحكم الأموي أراد أن يستبدل مرجعية أهل البيت بمرجعية مفتعلة كما حصل الثرب مثلا مع كعب الأحبار حينما كعب الأحبار جالس في طبعا قبل الأهج الأموي وأثمان موجود وهو أيضا نفس الحجار حسب الحجار الأموي من هناك يأتي جالس وسأل أحدهم جاء إلى عثمان قال إذا أنا أدفع يعني زكاة زكاة أموالي فهن يبقى شيء بعد علي أن أدفعه فأشار إلى كعب الأحبار وقال أجبكم يعني هو مقدم كب من الأحبار هو اليهودي الذي صار مسلما هو هذا من رجعية عثمان فقال لا أنا أعلم منه كان جالس فلم يسكت قال يبنى اليهودية وضربه بعصاه هنا يعني تحت أذنه وفي أموالهم حقا معلوم أين تطرح هذه الآية الكريمة شوف العهد الأموي وما قبل أهد الأموي كان يؤسس لإستبدال مرجعي لتهل البيت بمرجعية بديلة لأن هذه المرجعية غير كفوئة لذلك ذهبت الأمة في مشاكل ومطبان وتعرضت له بحيث أنه أصبح دم الإمام الحسين سلام الله عليه يعني محللا لهؤلاء المجمين صحيحة السجادية من الوثائق المعتبرة المؤكدة شوف في قضية مصادر نهج البلاغة السيد عبد الزهرار حسين رحمة الله عليه كتب مصادر نهج البلاغة وهذا الكتاب مهم جدا في وثائقية هذا النهج البلاغة هل لصحيفة السجادية يعني حديثهم في هذا الباب؟ نعم من نريد أن نطالع كتاب السيد علي خان أعتقد كتاب مهم جدا هو يذكر فيها أسانيد كتاب السيد علي خان طرح تفاصيل أساني هذه الصحيفة وبالتالي نحن بحاجة إلى تداول مثل هذا الكتاب بشكل مبروري جدا كتاب رياض السالكين للسيد علي خان المدني الجزء الأول وفيه شرح واف بأسناد الصحيفة السجادية وطرق روايتها طيب هسه قد يسمع السابق يقول هذه الصحيفة على قدرها وخطرها والممامين التي فيها لماذا أهملت؟ أهملت يعني ليس هناك تركيز عليها داعك عن المدرسة الإمامية بشكل عام لدى المسلمين بشكل عام لم تصلب أضوار كافية على الصحيفة السجادية بينما الصحيفة السجادية في كتاب سيد علي خان الأمام ذكر أن هناك طرق تصل إلى حد التواتر إلى الإمام جعفر الصادق والإمام الباظر لهذه الصحيفة وحتى إلى زين الشهيد اللي هو ابن الإمام زين العابلي طرق رواياتها مؤتبرة جدا في المدرسة الإمامية بل حتى الشيعة ليس فقط الإمامية لأنه عند الإمامية والإسماعيلية والزيدية هناك طرق مؤتبرة لهذه الصحيفة ثانيا المعامية اللي في عليها هذه الصحيفة هل يستطيع أحد أن يرصد حالة واحدة تناقض القرآن أو سنة الرسول؟ أبداً كأنما قرآن يعني يحكي الصحيفة تحكي عن قرآن وتحكي عن سنة نبوية مشرفة إذن هذه القيم العالية في هذه الصحيفة تُعزز من نسبتها إلى معصومه لا يحبك إسدوقه ولا تتهافت معانيه ثلاثة أن هناك نسخ محفوظة متعددة خطية للصحيفة السجالية متوفرة وبالتالي تعدد النسخ لكتاب واحد يُعزز وثاقته إذا كان هناك فأيج واحد يحقق كتاب من الكتب يبحث عن نسخ موجودة في مخطوطات دمشق، في مخطوطات اسطنبول، في مخطوطات طهران، في مخطوطات النجف الأشرف، وهكذا فكل ما تكثر عنده مخطوطات، إنما تُعزز من وثاقة ذلك الكتاب، والصحيفة السجالية هي كذلك النقطة الأخرى لم يدأي أحد نسبة هذه الصحيفة إلى غير الإمام زين العابدين، أبداً، إنما النسبة هي منتهية إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وأخيراً أن الصحيفة السجالية هي ليست أحكاماً شرعية، حتى يمكن تتأكد من نسبة المرويات أو غير ذلك، لكن هي تعاليم تربوية عالية، ثقافة عبادية، روحية، بنائية، فكل هذه حينما تنطلق من الإمام، سلام الله عليه، إنما تؤكد أن هذه صحيفة رسالية صدرت عن معصوم هدفها بناء الإنسان كثير من الأبواب في هذه الصحيفة، ولعل أبرز كما أعتقد أنا، لعل أبرز مورد في الصحيفة السجالية رسالة الحقوق رسالة الحقوق التي درجها الإمام، سلام الله عليه، وبين فيها الكثير من هذه الحقوق، أعتقد أن هذه الرسالة، أيهاً، وثاقتها هذه الرسالة، بشكل خاص عن أبي حمزة ثمالي، الذي هو ثقة ثبت أدنى، وبالتالي تعزز احتبارية رسالة الحقوق، في هذه الرسالة أكثر من خمسين حق، لو طرحت من هذا المنظر أقول هذا الكلام، لو طرحت هذه الرسالة على علماء نفس، على علماء اجتماع، على ناس أصحاب خبرة، من أجل أن يطرحوا مناهج عمل اجتماعية، أعتقد أننا في غاية التوفير، الآن مدارس كثيرة موجودة اجتماعية في أوروبا، يُعجج لها وضجيج لها ويدعى لها بشكل واسم، بينما هذه الصحيفة أو هذه الرسالة، رسالة الحقوق لم يشغ لها بشكل، على صعيد النفس، على صعيد الأسرة، كم نحن نشكو من خطر يدهم أسرنا في الغرب؟ نحن أبقاء، نحن مسؤولون عن أبناء، عن عوائل، الآن الخطر يدهمنا بشكل يدهم البيوت، كثير من المشاكل الاجتماعية حصلت، ولا سمع الله، طبعاً حصلت طلاع، وحصل أكثر من ذلك، هذا بسبب الكربية الخطأ في الموقع الخرأ الذين يشغوا في الغرب، لكن لو جئنا إلى هذه الرسالة، وطبعاً أنا مستخدم جزء من هذه السياسة أو هذه القريقة، هذه الرسالة أنا أقسمها إلى حد ما بعض أبوابها أتحدث بها مع أول عدل، ما أزوجتي، ونحاول نناقش بعض الأفكار الموجودة في هذه الرسالة، إذن هناك حقوق كما أن السمد حق لنظر حق، لللسان حق، لكل جوار حق على هذا الإنسان، وبالتالي هناك حقوق أكبر من حق البدن، هي حقوق رب العالمين، ويدخل الإمام ليكون عملياً فيعطي بياناً في حق السلطان، وفي حق المعلم، وفي حق الرعية، وكثير من هذه الأمور، في حق الوالدين، تفصيل كامل، تدهون، أنا أدري بعض العوائل تشكو من مشكلة أخلاقية في علاقة الإبن أو البنت مع الأب والأم، أحياناً عدم احترام، يخاطب بعدم احترام، يتجاسر، يتجرأ، يتصرف بطريقة أصلاً لا تمت بأخلاقيتنا، لو أننا حاولنا أن ندرس هذه الرسالة، لما يمكن قدرنا على ردم الكثير من الهوات التي نواجهها في حياتنا بشكل واضح، إذن، الصحيفة السجائية، نحن محتاجها أن تكون منهاج، وبالتالي لا بد أن نتأملها منهج في المدارس، حتى في الحوزة، للأسف الشديد، لا تدرس هذه الرسالة، يعتبرها في القضية ثانوية، وهذا اشتباه كبير جداً، في المدارس، في المعاهد، في الدورات، أنا في تقديمي، هذا يجب أن تتحول الصحيفة إلى صحيفة جيبية، وتوضع، والآن قورت الأمور، يمكن أن تفليها بالآيفون، وتبدأ يسوي سيرتش على أي موضوع يتحلق في موضوع الصحيفة، الإمام قد آخر نقطة حتى يفتح الباب السؤال والجواب، قد يسأل سائل يقول أن الإمام سلامه ما عليه، إذن هو متفرق للدعاء، وهذه حالة كفائية، حالة زوائية، كيف نفهم ذلك؟ أولاً، من قال لك أن الدعاء حالة زوائية؟ الدعاء رسالة، إن الله يحب الدعائين، قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاه، بعد أن الإمام استخدم الدعاء من أجل أن يوصل تلك القيم إلى الناس وإلى المخاطبين، الإمام سلام الله عليه، كان يصحح الأخطاء التي يقوم بها بعض الخلفاء الأمويين، وحتى أشاره على عبد الملك بن مروان في قضايا كثيرة، ومنها قضية السك النقد، وأعتقد أن في عهد الإمام ظهرت مدارس كلامية رهيبة، خاطئة، قضية الغلو، قضية الجوة والتفوير، قضية التجسيم، هذه مشكلة ها؟ الآن نحن في بعض مجتمعاتنا، تظهر أن واحد يبدأ المهدوية، ويسوي لك في الضجة بالمجتمع، وحالة من الفتن، الآن عندما يأتي واحد يقول الله سبحانه، الله جسم، الله له يد، له قدم، له لسان، له أرش مالي، طبعاً هذا يسقطون كل تلك القيم التوحيدية لله سبحانه وتعالى، كيف يتصدى الإمام؟ لا أود أن يطرح رأيه، لذلك كان الإمام خاض حوارات كثيرة في مواجهة أهل الغلو، وأهل التفوير، وأهل التجسيم، وهذه كانت أمراض فكرية حقيقة أكلت في جسم الأمة كثيرة، الحقيقة الإمام لم يطرح في الأمة، وكان يستخدم الدعاء وسيلة ليوصل بها الأفكار وتصحيح الانحرافات، وكان يؤسس لوعياً، ولو أردنا أن نقرأ سيرة الإمام الرابع زين العامدين، سلام الله عليه، لوجدنا عنده أدد كبير من الطلاب، وكانت له هناك في مسجد الرسوس الله عليه وآله، مكان للدرس، وبالتالي كان طلابه مثل أفطر الزهر من طلابه، وللأسف الشديد في آخر عمر الزغري، تحول وتأثر من الحكم الأموي، وتصدى له الإمام، وحذره من هذه العاقبة السيئة، الإمام لو كان عايش في محف الجامعي، وضع أكاديمي، لاختلف الأمر، الإمام عايش في ظرف القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، الإنسان لا يستطيع أن يقول علي إماماً، بل يصعد على المنبر، يشتم، عقود من الزمن، ويشتم، ويصعد الخطيب، ويشتم أمير المؤمنين، في ذلك الجو، الإمام زي العابدين عليه السلام، استطاع أن يؤسس لحركة وعي قوية من خلال الصحيفة السجادية، آخر كلامي، أنا أدعو الجميع، أخوةً وأخوات، أن نقر الصحيفة من جديد، ونؤشر على نقاط الوعي، على ماذا كان يركز الإمام، يركز على مرجعية أهل البيت، يركز على قاعد أهل البيت، يركز على أداء حقوق أهل البيت، يركز على بناء النفس، بناء الروح، بناء الإنسان، بناء المجتمع، هذان لو نجي نبورو بها، أعتقد راح ننظر إلى الإمام نظرة واقعية، نقول إن الإمام مارس حياةً صحيح من خلال الدعاء، لكنه أرسل رسالةً واعية، قوية، من أجل أن ينهض بالمجتمع، ويقضي على الإنحراف الأموي الذي يساده آنلاقي، بهذا القدر أكتفي، لأن السيد يمكن إن شاء الله يصل، وأستمع إلى الأسئلة الموجودة، الدكتور رفض أحب الأسئلة، شكراً جزيلاً، أخوان الكريم، الدكتور علي الأوصي على هذه المامة السريعة، شكراً، أشكراً، جزاك الله خير، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآل الطيبين الطاهرين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا تعاني، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العلي العظيم، حديثنا حول النفس الرحمني للصحيفة السجادية، وهذا المنطلق، يقتضي أن نتحدث في عدة محاور، المحور الأول في أهمية النفس الأدبي في توثيق النص، كثير من الباحثين عندما يريد أن يوثق نصاً من النصوص، يعتمد على وثاقة الرواة، مثلاً عندما نريد أن نثبت انتساب حديث أو رواية إلى المصطفى صلى الله عليه وآله، أو الأئمة المعصومين، فالطريق لإثبات النص وتوثيق صدوره هو ملاحظة رواة النص، فإن كانوا ثقاتاً وثقنا النص، وإلا فلا، لكن هناك طريقاً آخر لتوثيق النصوص، وإثبات انتسابها، هو طريق قراءة النفس الأدبي للنص، وهذا الطريق مهم جداً في إثبات انتساب النص إلى صاحبه، من باب المثال أذكر، ابن أبي الحديد عندما وصل إلى الخطبة الشقشقية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، في نهج البلاغة، سأل أستاذه ابن الخشاب، هل هذه الخطبة منحولة من الرضي، أم صادرة عن الإمام أمير المؤمنين؟ ابن الخشاب ما قال له أن رواة الخطبة ثقات، لذلك الخطبة صادرة عن الإمام أمير المؤمنين، بل استخدم طريقاً آخر لتوثيق النص، لتوثيق انتساب الخطبة للإمام علي عليه السلام، فقال ابن الخشاب، أنا للرضي وغير الرضي، هذا النفس وهذا الأسلوب، مسألة نفس أدبي، النفس الأدبي للخطبة الشقشقية، هو نفس النفس الأدبي الموجود في أحاديث الإمام علي، في روايات الإمام علي، في خطب الإمام علي البخرة، النفس الأدبي واحد، أنا للرضي وغير الرضي، هذا النفس وهذا الأسلوب، إن كلام علي بن أبي طالب، يجري مجرى الماء الواحد، وإنه كالقرآن، جسم مسيط ينطق أوله بوسطه، ووسطه بآخره، مسألة قراءة النفس الأدبي، ترشد إلى انتساب النص إلى صاحبه، إذا أردنا أن نعرف، هي أن هذين البيتين صادران من المتنبي، وهما قوله، وتركت مدهي للوصي تعمداً، إذ كان نمراً، مستطيلاً، شاملاً، وإذا استطال الشيء، قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس، تذهب باطلاً، كيف نعرف أن هذه الأبيات، صدرت من المتنبي، في ملح الإمام أمير المؤمنين، من خلال النفس الأدبي لهذه البيتين، إذا وجدنا أن النفس الأدبي في هذه الأبيات، هو نفس النفس الموجود في شعر المتنبي، وقصائده، استطعنا أن نقول، هذه الأبيات للمتنبي، أهمية النفس الأدبي في توثيق النص وإثباته، طريق علمي مهم، لذلك، النفس الأدبي عندما نراجع علم الأدب، نفس الأدبي ماذا يعني؟ النفس الأدبي يعني عدة عناصر، أنصر الأول، طبيعة الشخصية، كل شخصية، تنعكس طبيعتها على كلامها، ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه عليه السلام، المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، الشخصية، الشخصية تبرز من خلال كلام الإنسان، لذلك، إذا كانت شخصية رقيقة، كلامه رقيق، إذا كانت شخصية حادة، كلامه حاد، حينما نفرق بين شعر الرضي، وشعر المتنبي، شعر الرضي رقيق، يعكس رقة الرضي، شعر المتنبي فيه تمر، وعسيان، يعكس حدة المتنبي، طبيعة الشخصية، تنعكس على نتاجها، وما يصدر منها، هذا العنصر الأول، العنصر الثاني، من عناصر النفس الأدبي، الثقافة، ثقافة، ثقافة هذا الإنسان، تنعكس في كلامه، شاء أم هبض، إذا أردنا أن نفصل بين قلم، الشيخ مثلاً، محمد أمين زين الدين، رحمه الله، وبين قلم، السيد الشهيد، السيد محمد باقر الصادر، لكل منهما، نفس أدبي معين، ثقافة زين الدين، ثقافة شعرية، هو شاعر بالعاصل، تنعكس ثقافته على قلم، تنعكس ثقافته على كتاباته، حتى لو كتب ثقافته، ثقافته تنعكس على قلمه، عندما نقرأ للسيد محمد باقر الصادر، سيد محمد باقر الصادر، متشبع بالفلسفة، تنعكس ثقافته على قلمه، حتى ولو تحدث في مجال روحي، أو في مجال خلقي، ثقافته تنعكس على قلمه، إذن العنصر الثاني، هو الثقافة، إنعكاس الثقافة على النتاج، العنصر الثالث، اللغة، تجد بعض الغدباء، له لغة جزلة، سهلة، يستخدم الألفاظ الجزلة، التي تقع في القلب بشكل سريع، وتجد بعض الغدباء، يختار الألفاظ الصعبة، يختار الألفاظ الفخمة، التي يحتاج الإنسان إلى أن يتأملها، حتى يفهمها، عندما يقارن بين البحتري وأبي تمام، يقول أبو تمام، يغرف من بحر، كلامه جدا سلس، والبحتري ينحت في صخر، كلامه فيه صعوبة، فيه خشونة، ينحت من صخر، إذن النغة التي يستخدمها الأذيب، أيضا تختلف من أذيب إلى آخر، العنصر الرابع، هو السبك، هناك من يطنب في الكلام، هناك من يوجز في الكلام، لاحظوا بين ابن المقفع، وبين ابن خلدون، العنصر الخامس، الصور، التي يستخدمها الأذيب، تجد بعض الشعراء، دائما يستخدم الحديث عن المرأة، هو البيش، هذه المخيلة، صور الخيالة التي تملأ ذهنه، هي هذه الصور، بعض الشعراء دائما يتحدث عن الربيع، بعض الشعراء دائما يتحدث عن السماء، بعض الشعراء دائما يتحدث عن الخريف، هناك متشائم، هناك متفائل، أبو القاسم الشابي شاعر متفائل، مع أنه مات شابا، صاحب هذه القصيدة المعروفة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر، ولابد للليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر، وإذا قرأت شعر المعري، تجد التشاؤم من الحياة، لأنه عاش كفيفا، محروما، شعره شعر تشاؤني، إذن هذه العناصر، إذا جمعناها، تشكل النفس الأدبي، لكل قلم، لكل متحدث، ومن خلال قراءة النفس الأدبي، نستطيع توثيق النص، أن هذا النص صادر من صاحب النفس الأدبي، أم لا، هذا هو المحور الأول من حديثنا، حول هذا المنطلق الذي ذكرناه، نجي إلى المحور الثاني، نفس المعصوم، عليه السلام، هل أن المعصومين، عليهم السلام، تختلف أنفاسهم الأدبية، أم هم ذو نفس واحد؟ أي عندما نقرأ، خطب أمير المؤمنين، ونقارن بينها، وبين خطب الرسول، هل النفس واحد؟ عندما نقارن بين كلام علي بن أبي طالب، وبين كلام زين العابدين، عليهم السلام، هل النفس واحد؟ لا، النفس الأدبي للأئمة أيضا متنوع، لعلي نفس أدبي خاص، لزين العابدين، نفس أدبي خاص، إذا جاءنا كلام لا ندري، هو من كلام علي، أو من كلام زين العابدين، نستطيع أن نوثق هذا الكلام، من خلال قرارة النفس الأدبي لهذا الكلام، هل ينسجم مع الجو الأدبي لأمير المؤمنين، أم هل ينسجم مع الجو الأدبي للإمام زين العابدين، علي عليه السلام، لذلك هناك أنفاس أدبية متنوعة، لماذا؟ مع أن الأئمة ثقافتهم واحدة، أي مصدر علومهم واحد، وهو النبي المصطفى، والله والسلام، محمد، وقالي محمد، أنا مدينة العلم، وعلي البابها، فمن أراد المدينة فليهدها من بابها، مع أنهم ليسوا ذو طبائع شخصية مختلفة، لأنهم نور واحد، نور كله عصمة، وكله طهارة، ليست لهم طبائع مختلفة، حتى نقول يختلف النفس الأدبي لاختلاف الطبيعة، خلطكم الله أنوارا، فجعلكم بعرشه محدقين، إذن لماذا؟ يختلف النفس الأدبي لأمير المؤمنين، عن النفس الأدبي لزين العابدين، صلوات الله وسلامه علينا، نرجع إلى الفرق بين الإنارة والتجلي، ما هو الفرق بين هذين اللفظين، وهاتين المفردتين، الإنارة موجودة لكل إنسان، الله تبارك وتعالى يقول، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصفار، لا يوجد إنسان إلا وقد غرس الله في قلبه نصيباً من نوره، ورشحة من نوره، ولذلك ورد في الحديث الشريف، الطرق إلى الله بعدد أنفاس خلائق، كل مخلوق يستطيع أن يصل إلى ربه من خلال رشحة النور التي غرسها الله في قلبه، ومن لم يجعل الله له نوراً، فما له من نور؟ كل إنسان يستطيع إذا رفع الشوائب وأبعد الظلمات، يستطيع من خلال تلك الرشحة أن يصل إلى ربه عز وجل، أفمن كان ميتاً فعليناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، النور عام، لكن عندنا شيء غير الإنارة، هو التجلي، هل الله تجلى لكل أحد؟ وفي كل أحد، التجلي مصطلح في القرآن الكريم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعيقاً، أنت تترى في الدعاء اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المكرم، تجلي، الله تجلى في صفوة من عباده، لا في كل إنسان، تجلى في صفوة من عباده، بمعنى جعل هذا العبد مرهراً باسم من أسمائه، الله تجلى في محمد، الله صلى على محمد وعلي محمد، وتجلى في علي بن أبي طالب، الله صلى على محمد وعلي محمد، تجليه ما معنى؟ بمعنى أن يحمل المصطفى اسماً من أسماء الله، فهو اسم من أسماء الله، إلا أنه اسم عملي يتحرك على الأرض، وأمير المؤمنين اسم آخر من أسماء الله، إلا أنه اسم عملي حركي على الأرض، عندما نقارن بين التجل الإلهي في المصطفى، والتجل الإلهي في أمير المؤمنين، نرى، الرحمن الرحيم تتجلى في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عندتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو صلى الله عليه وآله، هو اسم الرحمة، هو صفة الرحمة بشكل عملي، عندما نأتي للإمام أمير المؤمنين، يتجلى في اسم آخر، القوي العزيز، اسم من أسماء الله، القوي العزيز، يتجلى في شخصية، علي بن أبي طاهر، هو مظهر الحبوة الإلهية، وهو مظهر العزة الإلهية، ولله العزة ولرسوله، وللمؤمنين، ويتحدث عنه القرآن، من هذا المنطرة، عندما يقول القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة، على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون، لهم تنامع، إذن، نحن عندما نقول للمصطفى نفس أدبي، وللمرتضى نفس أدبي، ولزين العابدين نفس أدبي، فهذا النفس مستقى من الإسم الإلهي، الذي تجلى في شخصية هذا المعصوم عليه السلام، نبياً أو وصياً أو إماماً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجي إلى المحور الثالث، مقارنة، لعل الوقت لا يسعفني لإتمامها، مقارنة بين النفس العرفاني لعلي بن أبي طالب، وبين النفس الرحمني لزين العابدين، أن تقرأ بنفسك أدعية علي وأدعية زين العابدين، ترى فرحاً في النفس الأدبي بينهما، هذا النفس الأدبي يرجع إلى الأسماء التي تجلت في هذه الشخصيات العظيمة، فكان لعلي نفس عرفاني، وكان لزين العابدين نفس رحماني، نجي إلى النفس العرفاني، الذي تجلى في شخصية أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، من خلال أدعيته الواردة عنه، هناك عدة معالم للنفس العرفاني للإمام علي، المعلم الأول، النزح الفلسفية، تلعب قد عيد الإمام علي، تجتمل على مضامين فلسفية تحليلية، مع أنه في مقام الدعاء، لكن الدعاء يتضمن مضامين فلسفية تحليلية، الإمام وأمير المؤمنين عندما تأتي إلى دعاء الصباح، يا من دل على ذاته، بذاته، وتنزه عن مجالسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خواطر الغنون، وبعد عن ملاحظة العنون، وعلم بما كان قبل أن يكون، حتى عندما يتحدث عن حال التضرع، يمزد النزح الفلسفية بحال التضرع، عندما يتحدث مثلاً عن النار، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك، ساجده، وعلى السنم نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مانحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، هذه مراتب في العرفان، مقام التوحيد، تحقيق الألوهية، مقام الخشوع، هذه مقامات يشير إليها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، من خلال دعائه، عندما تقرأ في المناجاة الشعبانية، فأمر أبصار قلوبنا، بضياء نورها إليك، حتى تخرط أبصار القلوب، رجب النور، فتصل إلى معدن العرمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، إذن هذا معلم في أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، المعلم الثاني، الإمام أمير المؤمنين ينطلق من روح الخشية، إذا تقرأ الأدعية كراعة عامة، تجد الإمام أن يركز على روح الخشية من الله عز وجل، دائما يستعرض الصور التي تحدث عند الإنسان رهبة وخوفا من الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تبارك وتعالى، وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال تعالى إني أخاف إن عصيت ربي، عذاب يوم عظيم، كيف علي جسد روح الخوف والخشية في أدعيته، لاحظوا دعاكم ميل، دعاكم ميل، علي بن وبي طالب، يركز على النار، ووصف النار، وحالات النار، كل ذلك لتنسيخ روح الخشية، فبعزتك يا مولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك، بين أهلها ضجيج لآمني ولأصرخن إليك، صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك، بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت، يا ولي المؤمنين، إلى أن يقول، يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذا قطع معذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا، مممل لرحمتك، ثم يقول أم كيف يشتمل عليه زفيرها، أم كيف تسجره زبانيتها، هذا الوصف الدقيق للنار، واستقراء صور آخرة، وصور النار، كله انطلاق من روح الخشية، التي هي معلًا من معالم أدعية الإمام، أمير المؤمنين علي عليه السلام، المعلم الثالث من معالم هذا النفس العلوي، العرفاني، الإمام، كثيرًا ما يختار الأنفاظ البليغة، الحرف البليغ، بلاغة الحرف في كلماته، صلوات الله وسلامه عليه وآله، اللهم فصل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، دائماً تجد بلاغة الحرف متوهجة في أدعية الإمام، أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما في خطبه وكلماته الأخرى، نجي الآن إلى النفس الرحمني للإمام زين العابدين علي عليه السلام، ما هي معالم النفس الرحمني للإمام زين العابدين عليه عليه السلام، هنا أيضاً عدة معالم لهذا النفس، أولاً اللغة الجزلة، إذا تقرأ العزين العابدين، ما ترى ألفاظ صعبة، ما ترى ألفاظ فخمة، ترى اللفظ جزلاً، سلساً، يجري مجرى الماء، ينفذ إلى الروح بشكل سريع، ينفذ إلى القلب بلا حاجة إلى استئذان، ألفاظ رقيقة، سهلة، جزلة، يفهمها الصغير والكبير، والعارف وغير العارف، كما سنقرأ بعض النصوص عندما نتعرب إلى المعالم الأخرى، النعلم الثاني من معالم الصحيفة السجادية، أدعية الإمام زين العابدين علي عليه السلام، قراءة أسرار النفس، هناك مسألة محيرة لعلماء النفس إلى يوم الأخرى، كيف نقرأ أسرار النفس، كيف نصل إلى العقل الباطل الذي يتحكم في شخصية الإنسان، الوصول إلى العقل الباطل لقراءة أسرار النفس، التي تتحكم في شخصية الإنسان، هذه القراءة الدقيقة تشغل علماء النفس، عندما تقرأ الصحيفة السجادية، عندما تقرأ مناجاة الإمام زين العابدين علي عليه السلام، تجد أنه يبدع في تصوير أسرار النفس، في سبر أغوارها، في الوصول إلى أعماقها، يضع النقاط على الحروف، كما نعذر في سبيل سقل النفس، وتهذيبها صلوات الله وسلامه عليه وآله، انطلاقاً مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، من عرف نفسه، وقد عرف ربه، كيف تصل إلى الله من خلال قراءة نفسك، قراءة أسرارها، قراءة خواطرها، زين العابدين، يركز على هذه النقطة، لاحظوا، في المناجات، مناجات الشاكين، عندما يقول، إلهي، إليك أشكو نفساً بالسوب أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك، وتجعلني عندك أحوى نهالك، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو، ممنوئة للغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوب، وتسوّفني، التوبة، أنفاظ جزلة، سلسة، تعبر إلى القلب بلا حاجة إلى إذن، كل من يقرأ كلمات زين العابدين، يشعر أنه يتحدث عن نفسه، كل من يقرأ مناجات زين العابدين، يجد هذه الصفات موجودة عنده، لأن زين العابدين، قرأ أسرار الروح، وسبر أغوارها، إلهي إليك أشكو حلباً قاسياً، مع الوسواس، متقلباً، وبالرين والطبع متلبساً، وعين العيبك من خوفك جامدة، وإلى ما يسرها طامحة، المعلم الثالث، من معالم النفس الرحمنين، لزين العابدين، بيان معارج الروح، الروح، كما في بعض الروايات، الصلاة معراج المؤمن، الروح في غروجها إلى الله تبارك وتعالى، تمر بعدة مقامات، لكل مقام، مناجات تخصه، لكل مقام، كلمات تخصه، اقرأ المناجات الخمسة عشر، مناجات التائبين، مناجات الشاكين، مناجات الخائفين، مناجات الراجين، مناجات الراغبين، مناجات الشاكرين، مناجات المطيعين، مناجات المحبين، مناجات المريدين، هذه المناجاة الخمسة عشر هي مقامات روحية مقامات عرفانية يمر بها الإنسان وهو يعرج إلى ربه تبارك وتعالى حتى لا أدخل في التفاصيل وأشغل وقتكم ومعقع الأهد عندما نصل إلى ذلك نعرف أن هناك معلم من معالم النفس الأدبي للإمام زين العابدين النفس الرحمني للإمام زين العابدين ألا وهو معلم معارج الروح ومقامات عروج الروح إلى ربها نجي إلى المعلم الرابع من معالم هذا النفس العرفاني الرحمني هو لغة المحبة دائماً الإمام زين العابدين يركز على لغة الحب لا يركز على لغة الخوف لا يركز على لغة مثلاً التعظيم يركز دائماً على لغة المحبة عندما تقرأ أدعية زين العابدين تجدها تفيض تفيض بلغة الحب يرسخ علاقة الحب بين العبد وبين ربه دائماً يتحدث عن الله كجمان كبهاء تأشقه الروح وتنجذب إليه هناك من الأدعية ما يتحدث عن الله كقوة هناك من الأدعية ما يتحدث عن الله كمقام جبروت مقام مهلاً عزة هناك من الأدعية ما يتحدث عن الله كجميل هو مصدر الجمال وهو مصدر العطاء أدعية زين العابدين تركز على هذه اللغة لغة الجمال الإلهي لغة المحبة يقول في مناجاة المحبين إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا نحن نرجع إلى دعاء أبي حمزة الثماني الذي يفيض بلغة المحبة للإمام زين العابدين عليه السلام لغة المحبة أنت عندما تخطئ يا إخوان شوي شوي الصورة أنت عندما تخطئ في حقي محبوبك إنسان تحبه لكنك أخطأت في حقك كيف تعالج هذا الخطأ هناك درجات تمر فيها حتى تعالج هذا الخطأ الذي خدش المحبة أو خدش العلاقة الرقيقة الحميمة بينك وبين محبوبك الإمام زين العابدين بكل سلاسة وجزالة في دعاء أبي حمزة يتعرض إلى مراتب المحبة كيف تعالج الخطأ مع المحبوب تجي إلى المرتبة الأولى مرتبة الاعتذار أولا تحتجر أولا تحتجر لك بقلب قد أوبقه جرم المحبوب انتقل إلى المرتبة الثانية أبرز إليه محبتك أبرز إليه عشقك أبرز إليه تعلقك به أبرز هذا الجانب في علاقتك مع المحبوب إلهي تبدأ بالإحسان نعمة وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عرين ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عيني من لاذبك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجنين أم عمك بعدين ينتقل إلى المرتبة الثالثة مرتبة الرجاء اعتذرت إليك أبرزت إليك محبتي الآن أنا أرجوك وأتوسل إليك بمجامع قلبي بأنفاس روحي بأعماق آهاتي أرجوك وأتوسل إليك يا رب هذا مقام من لاذبك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجوال الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا طمعنا فيك يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقت لنا رجاءنا ثم نأتي إلى المرتبة الرابعة تحسس حالي المحبوب أنت إذا وقفت أمامك المحبوب ماذا تقول له لعلك زعلت مني لعلك غضبت مني لعلي أحرجتك لعلي آذيتك لعلي المسألة الفلانية مثلا أثرت عليه هكذا تتحسس أحوال قلبه تحسس حالي المحبوب هو من مراتب إبراز لغة المحبة من مراتب علاقة المحبة زين العابدين يؤكد على هذه المرتبة تحسس حالي المحبوب يقول لعلك عن بابك طرتك وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فرقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آنف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني إلى آخر ما يذكر ثم يأتي إلى المرتبة الأخيرة من مراتب لغة المحبة الفناء في المحبوب أن تسلم نفسك للمحبوب تقول أيها المحبوب أنا أخطأ افعل بما تشاء فوضت إليك كل شيء ولم يتغير حبك من قلبي مهما فعلت معي مهما قصوت علي فلم يزول حبك من قلبي هذا هو الفناء هذا هو الذي يعبر عنه العرفاء بالرضى والتسليم أنا أرضى بما تفعل بي حتى لو كان شديدا قاسيا هنا الإمام زين العابدين يتحدث عن الفناء في المحبوب إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد وذللت على فضائحي عيون العباد وأمرتني إلى النار وقلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجالي منك وما صرفت تأميري للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخأت من نميين محمد صلى الله عليه ملخص المحاضرة تحدثنا عن النفس الرحمدي للصحيفة السجالية وذكرنا أن هناك محاور المحور الأول في أهمية النفس الأدبي في توثيق النص والمحور الثاني في أن لكل معصوم نفسا أدبيا يلطلق من الإسم الأعظم الذي تجلى في شخصية هذا الإمام المعصوم وتحدثنا في المحور الثالث عن المقارنة بين النفس العرفاني لأمير المؤمنين عليه السلام من خلال أدعيته والنفس الرحماني للإمام زين العابدين علي عليه السلام من خلال أدعيته نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في خطى محمد وآله أن يحيينا حياتهم وأن يميتنا مماتهم وأن يسلك بنا مساركهم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين و metadata الدعم و الرحيم و الأمر ط savoir